براء عبد الرحمن مرحبا بك براء لعلي أبدأ معك بآخر التطورات الميدانية في الريف الدمشق هناك أنباء عن تمكن الجيش السوري الحر من السيطرة على بلدة القاسمية في منطقة المرج ما هي آخر الأنباء لديك؟ نعم الحقيقة كانت هناك معالك مشتعلة في الـ 24 ساعة الماضية على أكثر من جبهة ومحور أهم هذه الجبهات والمحاول هو حي جوبة الديمشقي وبلدة المليحة في الغوطة الشرقية وأيضا بلدة القاسمية في مناطق شرق الغوطة الشرقية جميع هذه البلدات تشهد معارك عنيفة بين قوات النظام والجيش الحر من جانب آخر تمكن الجيش الحر فعلا من الدخول لعدة نقاط كانت تسيطر عليها قوات النظام بعد معارك عنيفة في مناطق الغوطة الشرقية أيضا تمكن الجيش الحر من استعادة عدة نقاط استراتيجية وهامة نوعا ما في بلدة المليحة بعد أن فشلت قوات النظام بالقتال المباشر وحاولت الالتفاف من محور بلدة زبدين في القرب من مدينة المليحة ولم تستطيع قوات النظام حتى الآن التقدم على العكس تماما كان هناك استعادة لعدة نقاط هامة في محيط إدارة الدفاع الجوي ومجمع تاميكا وغيرها من المحاور المهمة والاستراتيجية وحتى اللحظات لم تستطع قوات النظام الحقيقة أن تسيطر على بلدة المليحة لليوم الخامس وثلاثين على التوالي فيما تشهد مدن جميع بلدات الغوطة الشرقية وخصوصا هذه المدن التي تعتبر على الجبهات الساخنة قصفا عنفا براجمات الصواريخ وقذائف الهون وأيضا غارات متتالية للطياران الحربي وسقوط صواريخ أرض أرض خصوصا في بلدة المليحة التي وثق ناشطون أكثر من 180 غارة متتالية خلال العشرين يوم الماضي وأيضا أكثر من 200 صاروخ أرض أرض بالإضافة للمئات من الراجمات الصواريخ وقذائف الهون نعم كما ذكرت هناك جدل بدأ يوم أمس أو قالت بعض وسائل إعلام النظام بأن قواته تقدمت في جبهة المليحة الناشطون كما ذكرت براء نفو أي تقدم لقوات النظام على جبهة المليحة لنتوقع خلال الأيام المقبلة تكثيف النظام لمعاركه ولقصفه على هذه الجبهة لا سيما وأنه يحاول منذ عدة أسابيع التقدم من خلالها نعم الحقيقة الباريحة ذهبت شخصيا لبلدة المليحة ووثقت جميع أحوال الثوار على جميع الجبهات في تلك المنطقة في محور مجمع تاميكو ومحور حاجز النور وأيضا محيط إدارة الدفاع الجوي ما زالت بلدة المليحة محررة ومسيطرة عليها بشكل كامل من قبل الثوار ولم تستطع قوات النظام التقدم على أي من هذه النقاط الهامة والاستراتيجية لكن كما ذكرت بلدة المليحة هي بلدة هامة جدا وستراتيجية وهي تعتبر المعبر الوحيد لقوات النظام نحو بلدات الغوطة الشرقية وهناك اعتقادات بأن قوات النظام سيكون هناك حشود وسيكون هناك معارب فاصلة في تلك المنطقة لكن الثوار أجدوا وقالوا أنهم مستعدون لخوف تلك المعارب براء الحلول التي سيقت خلال الأيام الماضية في حمص وفي الأحياء المحاصرة لمدينة حمص طرحت بعض التساؤلات حول إمكانية من قبل بعض الناشطين حول إمكانية تطبيق هذا السيناريو في المستقبل في بعض مناطق ريف دمشق إلى أي مدى أو حد يتقبل الناشطون في الداخل السوري مثل هذه الطروحات التي يتداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي الحقيقة كانت هناك مفاوضات في الأيام الماضية القليلة في الغوطة الشرقية من طرف النظام فقد أرسل بعض لجان المصالحة الوطنية وهم رموز معروفون في مختلف أنحاء الغوطة الشرقية لكن الحقيقة تم طردهم من جميع بلدات الغوطة الشرقية ولذلك كان هناك هجوم شامل وكبير وعنيت من قبل قوات النظام لكي يكون حالة من الهستيريا والجنون يأخذ بثأره من بلدات الغوطة الشرقية التي رفضت أي هدنة وأي مصالحة مع قوات النظام ولا سيما أن الغوطة الشرقية محاصرة لأكثر من سنة وستة أشهر على التوالي ولم تقم أي هدنة أو مصالحة وطنية جميع هذه البلدات من دومة وكفربطنة وعربين وزملكة وحيجوبن الدمشق جميع هذه البلدات رفضت أي هدنة أو مفاوضات أو مصالحات مع قوات النظام وأيضا مع كل الحصار داخل بلدات الغوطة الشرقية لكن هناك اكتفاء نوعا ما ذاتي بالأراضي الخصبة الزراعية والكبيرة وهي بعكس مناطق حمص المحاصرة لا يوجد هناك أراضي زراعية خصبة داخل الغوطة الشرقية هناك أراضي يتم زراعتها ويتم الاستفادة منها نوعا ما فيكون هناك الحصار أخف وضع من حصار الإخوة في مدينة حمص المحاصرة أشكرك جزيل الشكر براء عبد الرحمن الناشط والإعلامي كنت معنا من ريف دمشق شكرا